بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اه احباب الطلبة في هذه المحاضرة ان شاء الله سننتطرق الى الجزء الثاني من طبعا في الجزء الاول احنا تكلمنا عن اللي هو الاف ايضا تطرقنا الى الان نأتي للجزء الاخر اللي هو اللوبس اللوبس في البيع الاسكوال بتنقسم لثلاث انواع النوع الاول بسموه النوع الثاني اللي هو فورلوب والنوع الثالث وايل لوب البيزيك لوبس هي عبارة عن سنتاكس اه بتشبه اه كثيرا دو وايل بال بالجابة طبعا السنتاكس تباحة لوب نكتب كلمة لوب وفي عندي اند لوب هذولا لازم يكونوا موجودين بتكتب اللي هو البروغرامنج ستيتمنس هنا اه طبعا اي لوب عشان ما يكونش عنا في حالة انفينيتي لازم يكون عندي شرط التوقف لللوب اكزيت وين كونديشن طبعا هذا مثال بسيط جدا عرف عندي كونتري اي دي هو نفس نوع الكونتري وادالو اه كونتري اي دي نفس التايب اللي في اللوكيشن وادالو انيشال فاليو اللي هي سي اي اختصار لكندا ولوكيشن اي دي الموقع نفس نوع البيانات اللي موجودة في موقع في تايبل اللوكيشن اخد اللوكيشن اي دي اتريبيوت وكاونتر هو عبارة عن النمبر بتكون من تو دي جد يعني اكبر قيمة بياخده تسعة وتسعين نيو سيتي اه طبعا نوحة نفس نوع اللي هو اللوكيشن سيتي واخد السيتي مونتريال يعني هو ادى الفيريبل قيم قالك سيليكت ماكس لوكيشن اي دي اعلى قيمة في لوكيشن اي دي انتو لوكيشن اي دي اللي عندي تمام فروم لوكيشن وير كونتري اي دي بيسوي الكنتري اي دي يعني هاته لكل الاكبر قيمة لل لوكيشن اي دي اللي موجودة في جدول لوكيشن للدولة اللي الكنتري اي دي تبحها ايه كندا وقالك اعمل انسيرت بعد هيك اعمل انسيرت وين في تابل لوكيشن لوكيشن اي دي والسيتي والكنتري اي دي فاليوز لوكيشن اي دي زائد الكاونتر والنيو سيتي اللي هاتي والكنتري اي دي الجديد وهيك بمشي على الكاونتر زائد واحد لحد ديت ما يوصل وين اكزت وين الكاونتر اكبر من ثلاثة حيبدأ الكاونتر بواحد اتنين ثلاثة طبعا احنا حنطرق لامثلة تانية نبدأ مع بعض نشوف كيف نستخدم اللو اول اشي عندي ديكلير ديجين ويند هذا اللي هو البلوك اللي موجود عندي بالشكل هذا طبعا انا لو عمل ديكلير لكاونتر نوعه نمبر بالشكل هذا ممكن ادي له خيمة تبدأ بصفر ونقول له هنا لوب ويند لوب وهذا ايه اكزت وين الكاونتر بساوي عشر الآن بدنا نطبع بنقول نطبع قيمة من الكاونتر كاونتر اللي موجود عندي طبعا نحتاج نحط ست سيرفر اوت بوت اون بالشكل هذا ونحاول نعمل فورمات للكود بالشكل هذا تمام لو عملنا اه بوت اندرسكور لاين بوت اندرسكور لاين بشكل هذا لاين حيصير عندي فاينايت لوب ليش لانه الكاونتر بدأ بسفر اكزت وين كاونتر عشرة نحتاج نعمل كل مرة الكاونتر عشان ايش نقدر نطلع من اللوب هاي كاونتر بكمز ايكول كاونتر زائد واحد نرجع نعمل ران للستيتمنت فايش كتب له سفر بدأ من سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يعني هو عد عشر عدال هيك احنا عرفنا الكلام هذا طبعا احنا ممكن الكاونتر هادا نستخدمه باي حاجة تانية كيف ممكن نعمل الكلام هذا نقول له كريت تابل نعمل تابل اسمه سي كاونتر تابل ونحط في كاونتر من نوع نمبر بالشكل هادا طبعا هيك لما بيجي يتطبق هانا بنشوف نعمل ايش انسيرت انسيرت انتو كاونتر كاونت تي بي لو هادا او كاونتر تابل القيم اللي انت بدك اياها لكاونتر كاونتر تابل او روفيو داز نت اكزيست لانه هادا التابل ما عملوش فانا ممكن انا اعمل التابل هادا وقول له هيكليك يمين اقول له اكزيكيو ران سكريب تابل كرييتد وانا واقفه كل مرة طبعا احنا ممكن احنا نوقفه بالشكل هادا كومبليتد ممكن انا اقول ايه هانا اادت وبنيجي على تابلز هنا هاي كاونتر تابل تعال لداتا بتاعته لقى عندك واحد اتنين تلاتة اربعة لحدين عشر هيك احنا اتعرفنا على البيزيك لوب نيجي لمثال تاني اللي هو في عندي اللي هو الوايل لوب الوايل لوب تختلف عن البيزيك لوب انه في الاول عنده كونديشن بفحص الكونديشن بخش لوب وبطلع من اللوب بعد ما يكسر الكونديشن من داخل اللوب هنا الاختلاف انه هانا احنا في البداية انه هو ببدا وبكمل بعيش بفحص هانا في الاول بفحص الكونديشن بعدينش بكمل تمام نيجي نشوف هانا كيف ممكن نحول هادي الوايل لوب والوايل الكاونتر اقل من عشرة لوب وهي اند لوب حلقة الكاونتر بزيد بالشكل هذا نفس الحاجة تمام فش اكزت هيك طبقها بشكل صحيح نيجي هنا نشوف ضاف كمان عشرة شايفها تسعة عشرة واحد اتنينة ثلاثة أربعة خمسة تسبعة تمانية تسعة عشرة ضافهم كمان مرة هذا بالنسبة لمن للوايل لوب تنكتب بشكل هذا وايل الشرط بتاعنا نكتب كلمة لوب نعمل الجمل اللي بدنا اياها بس لازم نكسر شرط اللوب وين داخل البادي تباع اللوب بشكل هذا بطنا نحط اكزت لوب زي ما هو موجود النوع الثالث الفورلوب طبعا هو اسهل انواع اللوب الفورلوب ليش؟ لانه بنحدد له البداية وبنحدد له النهاية ببقى ايش باونده ببقى عندي اللي هو القيمة الصغرى والقيمة العليا والقيمة الصغرى فانت بتحط فور كاونتر ان مثلا قيم ستيتمنت وان ستيتمنت تو واند للوب طبعا لو اجينا هنا طلع كيف الفورلوب تنكتب احنا نسيبنا بمسال هذا طلع فور اي ان واحد لمين لتلاتة نيجي نكتب الكلام هذا ونشوف كيف سورة التعامل معها هاي فور اي ان واحد نقطين ثلاثة لوب وانا ايش بنقول له انت لوب وجوه هنا بتكتب له اللي انت بالدكية دوت بوت خليها دوت بوت قيمة الاي وانت بسكور لاين واحد اتنين تلاتة طبعا هنا ايش لحد ديت مية بطبع لك واحد دين تلاتة مية بالشكل هادة طبعا احنا ممكن تكون نستد لوب يعني لوب جوه لوب جوه لوب هذا الكلام احنا كمبرمجين عارفينه تمام النقطة المهمة هنا انه بقول لك ريفيرس ايش ريفيرس هادي لو استخدمناها ريفيرس ما انه بعل ايش هادي فور اي ان ريفيرس بشكل هادا طلع بده من من المية لحد ديت الواحد تمام زي كنا نكتب انه اه نعكس الشرط بكلمة ريفيرس Molt بيعكسها بالشكل هذا. تمام؟ يعني بيعكس الابر باون مع اللور باون. اه بالنسبة للنستد لوب. النستد لوب فيه ممكن تحط لها لابل وممكن ما تحط لهاش لابل. نشوف مع بعض. طلع حادي لوب الاولانية اكزت وان كاونتر كذا. وهي لوب التانية وهي اكزت كذا. في عندي هنا حالي بسموها انار لوب واوتر لوب. يعني انت ممكن تاخد القيمة اللي انت بدك اياها. يعني من البلوك اللي انت بدك اياها. يعني بتعمل اوبررايد الو. اطلع اكزت اوتر لوب وان توتل دون ايكوال يس. وهنا اه اكزت انر لوب وان دون ايكوال يس. يعني انت لو حطيت دون هنا في اي مكان في الكود فانت بتطلع من اللوب اللي انت بدك اياها. يعني انت ممكن تطلع من الانر لوب تطلع من الاوتر لوب دايركت. او من الاوتر لوب تطلع من الانر لوب دايركت. عن طريق استخدام حالي بسموها اوتر لوب بشكل هذا. تمام? انت بتحط اللابل اللي انت عاوز بشكل هذا. تمام? هيك احنا مرينا على الكلام هذا بشكل سريع. يعني احنا ممكن احنا نعمل اكتر من اللوب. نحاول نعمل جدول الضرب لأرقام. عسبة انه احنا نعرف كيف نتعمل معها. هاي فور. فور اي. طبعا هنا اي رقم بتاكيها. فور اي جي كذا اللي انت عاوز. فور اي ان واحد. نقطين لعشرة. لوب. انت لوب شكل هذا. ونيجي كمان مرة. فور جي. ان واحد العشرة. لوب. وانا شو تقوله انت. لوب. تيجي هيك على الشكل هذا. وبتقوله كليك يمين. فورمات. كليك يمين. فورمات. وفورماتهم لانه ففيش عنده. حاجة بنكملهم. نيجي هنا. نقول داتا بيز مانجمال سيستم. نبدلو قيام هنا. نبدلو جدول ضرب كيف نكتب. الآي ضرب الجي. اذا بنقوله هانا قيمة الآي. كونكتنيشن. مع ضرب. كونكتنيشن مع الجي. كونكتنيشن مع اليساوي. وهذا بدها ايه? بشكل هذا من سترينج. كونكتنيشن مع الآي ضرب الجي. بشكل هذا. طبعا نسكريبت. طبعا احنا بدنا كل ما ييجي واحد آآ رقم جديد طلع الجدول الضرب من 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 واحد الى عشرة لجميع الارقام هي واحد بواحد. احنا بدنا كل ما يجي آآ 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 جديدة يعمل لي خط فانا بروح باعمل كده. بنسخه الكود داتا بيز مانجمال سيستم اندرسكور اعط بوت دوت اندرسكور لاين. وبحط له ايه? آآ آآ مثلا هانا بنحط لكم مع الآي. مع الآي. مع الآي. مع الآي. بوت. ندرسكور لاين او نقول نقول له بوت هنا. بالشكل هادا. نجي نطبق هيك. ايش هيجيب لك؟ طلع جدول كل واحد جدول انت جدول الواحد واحد في واحد انت مع اللين انا بتقول لبوت اندرشكول لين انا انو حط شلتها هاي جدول الاثنين هاي جدول التلاتة وجدول الاربعة جدول الخمسة وهكذا تمام؟ اه هيك احنا بنكون اتعرفنا على اللوب بشكل مبسط وسريع لو انت انا بدك القام هادة او القيم هادة تضيفها في جدول اه او اجيب هادة القيمة من جدول معين يعني بعدد الموظفين اه فببقى سهل انه تبدل اللوب من من عدد موظفين معين الى عدد موظفين تاني فانت بتمشي عليهم واحد واحد على الموظفين طبعا احنا في حاجات تانية في الكيرسر لوب اه حنستخدمها ان شاء الله لما نوصل للكيرسر هذا والله مستعان هيك بنكون احنا انهينا اه اللوب من خلال البيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته